السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتغيكم في برنامج على خفيف حلقتنا ليه يا أخوانا عن فصل الدين عن الدولة والموضوع ده يا أخوانا دندن فوق العلمانين كتير يعني شنو فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الدولة يعني فصل الدين عن سياسة الحكم يعني موضوع الحكم ده عندهم موضوع داري ما عنده علاقة بالدين يقول لك الدين ده إذا دائره محل الجامع والدين علاقة بين العبد وربه ده فهم العلمانيين والأحزاب العلمانية كله أخوانا بيدن دين في الموضوع ده والموضوع ده أخوانا جابوه أحزاب سودانية موجودة زي تجمع المهنيين والحركة الشعبية والحزب المؤتمر السوداني والروج للموضوع ده يا أخوانا روس الأحزاب ده ذاته هم زي منو زي جون قران وعبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور ومحمد يوسف مصطفى ورشيد حسين يعقوب وغير من الحزاب العلمانية الدندنت في الموضوع ده طيب يا أخوانا الموضوع ده موضوع باطل في الدين الإسلامي ليه باطل؟ لأن يا أخوانا الدين موجود فيه الحكم وسياسة الحكم وكيف يكون الحكم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وأنحكم بينهم بما أنزل الله وألا سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وألا سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله وألا سبحانه وتعالى قال أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وألا سبحانه وتعالى قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فموضوع الحكم موضوع موجود في الدين والدين يتكلم عنه في ناس كتار يقول لك موضوع الحكم ده موضوع دنيوي هو موضوع الدنيوي لكن مغيّد بالدين يا أخوانا زي شنو مثال زي موضوع الشير والبيع الشير والبيع موضوع الدنيوي لكن مغيّد بالدين يعني الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أحل الله البيع وحرم الربع والنبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة النبوية قال من غشنا فليس منا وقال سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اغتضى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن بيّنا وصدقا بورك لهما في في بيعهما وإن كتما محقت بركة بيعهما فموضوع دنيوي لكن مغيّد بالدين نفس موضوع الحكم يا أخوانا موضوع دنيوي لكن مغيّد بالدين طيب يقول لك طيب ليه الدين بالذات نحكم بالدين الإسلامي بالذات نحكم بالدين الإسلامي بالذات لأنه فوق سياسة الحكم كاملة كيفية اختيار الحاكم وكيف يحكم الناس موجودة في القرآن الكريم لكن دائرين العلمانية يقول لك لأنه هي الوسط بين الأديان دائرين نحكم بالدساتير الوضعية بالقوانين الوضعية دائرين كلها كفر بالله عز وجل لأنه واضع بشر كونه واضع بشر أنا ما راضي بها يقول لك دائرين دا السوريا رضي الجميع أول زول أنا ما راضي بها دساتيركم دي ما راضي بها لأنه يا اخوانا وضع بشر قد يخطيوا قد يصيبوا وفي الغالب قد يخطيوا شاكيد أنا ما راضي بها أنه احنا نختنع بالحكم الله لنزلوا لينا شاكيد الله سبحانه وتعالى زي ما خلقنا الله قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بس قالك سؤال يا علماني إنت مختنع إنه الله خلقك ولا ما خلقك كونه مختنع إنه الله خلقك ينزل ليك الحكم اللي انت بتحت حاكم بها ينزل لك الحكم لأنه هو الخلقك لكن كونك دس سورة اللي انت نزلت دا أنا ما راضي بها ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وفي الغالب تلقى الناس ما متفقين حاجة يترد الجميع دي ما فيه يعني ممكن يكون أخوان اتنين في البيت مختلفين في وجبة الغده مختلفين واحد دار يأكل الحاجة الفلانية والتاني داك ما دار يأكل كسرة وداك دار يأكل شنو مختلفين في اللقل بتلقى مختلفين في المزاجات بتلقى مختلفين شاكد يا أخواننا أنحنا ما بحكمنا إلا الإسلام والقرآن والكتاب والسنة ده اللي بحكمنا والآيات عندكم معروفة وأنحكم بينهم بما أنزل الله طيب يقول ليك الدول الكافرة دي اتقدمت انمت واتطورت أها ما حكمت بالعلمانية الدول دي أخواننا يعني حكمت بالعلمانية لكن اجتهدت واشتغلت وأنتجت شاكد أخواننا الدنيا دي الله بيديها لمن يحب ولمن لا يحب الله الدنيا دي بيديك لها حسب اجتهادك إنت اجتهدت في الدنيا دي الله بيديك لكن في دول الليلة طبقت العلمانية وفغيرة زي ما في دول غنية وفي دول فغيرة يعني ما المعيار العلمانية وإنه زالي كفرد ما المعيار لأنه زادا كان المعيار في دول تاني كافرة طبقت العلمانية وفغيرة زي شنو زي غينيا زي مالي زي الكنقو الدموقراطية زي جنوب فريغيا أو جنوب سودان القريبة دي طبقت شنو طبقت العلمانية وطبقت الأحكام الدستورية والغوانين الوضعية دي لكن فشلت لأنه أخواننا السبب بتاع النجاح ما هو شنو ما هو تطبيق العلمانية في ناس دول طبقت الإسلام والله سبحانه وتعالى فتع عليها وبيقت دول قوية حتى يعني تهدد الكفار اللي هي شنو دولة السعودية دي دولة الله فتع عليها يقول لك أخذ دول السعودية عندها عملت بارات وعملت دي أخوان لكم عاصي أي زول ممكن يعملها لكن في الحدود في تطبيقهم للشريعة الإسلامية ما بيلعبوا في التوحيد ما بيلعبوا يعني الليلة السعودية ما فيها ولا قبة واحدة ما فيها ولا حجر بتبركوا بيو ما فيه ولا ساحر واحد ما فيه ولا بتلقى تمائم وحجبات هناك في السعودية ما فيه إذا جي شايل تمائم وحجبات والله يقطعوا رقبتك طوالي ما بخلوك لأن ذلك ناس مطبقين الشريعة عشان كده الله سبحانه وتعالى وفقهم وخلى دولتهم دولة قوية عشان كده الله سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا يعني طبقوا التوحيد والعقيدة الصحيحة واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماي والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وديك مثال ثاني النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة إسلامية قائمة على الدين الصحيح الدولة دي نجحت ولا فشلت سؤال يا علماني نجحت ولا فشلت إذا قلت فشلت نقول لك كذب لأن الناس كلها عارفين الدولة الإسلامية نجحت الدولة الإسلامية نجحت وحققت الفتوحات وفتحوا كثير من الدول الليلة الإسلامية بلاد الشام واليمن والعراق وغير من الدول لأنهم عملوا كذبوا تطبقوا الدين والإسلام الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تطبقوا الإسلام الصحيح وطبقوا الدين الصحيح وشكرا يا أخواني الله فتح عليهم ما زي الليلة دين الكيزان التاجربة بالدين وغشوا السودانيين ودين ما الدين ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هو الدين الصحيح الدين الصحيح اللي هو طبق رسولنا صلى الله عليه وسلم والله فتح على يده دول ودولته كان أقوى دولة والليلة أي زول يطبق الدين الصحيح القائم على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد وعلى الإيمان الصحيح والله أي دولة الليلة يطبق الكلام ده تبقى أقوى دولة والله افتع عليها وتعيش العيشة الكريمة وتأكل من تحت ومن فوق شاكد الله سبحانه وتعالى قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل قال لأكلوا وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم الله سبحانه وتعالى داري خلينا نعيش العيش الكريمة بتطبيقنا للإسلام الصحيح لأن الكفار ديل موضوع براهم إذا هم اتهدوا الله سبحانه وتعالى بيفتع عليهم لا يقرنك تغلب الذين كفروا في البلاد متاع غليل ثم مأواهم جهنم وبسلمهات دير الكفار يعني قدروا ما يجتهدوا في الدنيا الله يجدهم قدروا شنو قدروا اجتهادهم لكننا كمسلمين موضوعنا مربوط بالدين لماذا مربوط بالدين؟ قال كده منه؟ الله قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون إلى أن نلتقي في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته